تشارك مصر في أعمال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا بمدينة وهران شمال غربي الجزائر تناقش الندوة أفضل السبل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في دبلوماسية أفريقية فعالة ومتميزة ذات تأثير من أجل استدباب الأمن والاستقرار في القارة كما تهدف الندوة إلى تعزيز صوت الكتلة الأفريقية لدى مجلس الأمن الدولي وهو أعلى هيئة دولية متعددة الأطراف تختص بالسلم والأمن لتحقيق خطوات جديدة نحو السعي إلى استكمال الرؤية الأفريقية للآباء المؤسسين للمنظمة القرية والعمل من أجل إسماع وجهة نظر أفريقيا على النحو الواجب بغرض إيجاد حلول للمشاكل الأفريقية